بسم الله الرحمن الرحيم هذه قناتكم خبرنا اليوم في تحليل إخباري رياضي حول مباراة القمة القادمة بين نادي أي الزمالك والأهل أو الأهل والزمالك وفي هذا التعليق وفي هذا التحليل سنتناول أهم المؤثرات على سير هذه المباراة ففي النسخة السابقة فاز نادي الزمالك ببطولة الدوري بعد مرات عديدة ومستمرة ومتتالية للنادي الأهلي أما من حيث رئاسة الناديين فالكابتن محمول الخطيب هو رئيس نادي الأهلي ويشعر الجميع بالاستقرار في النادي في ظل وجود الكابتن محمود الخطيب أما في نادي الزمالك فرأسه مجلس برئاسة حسين لبيب وقد حكمت المحكمة في آخر يلساتها نسبة للمستشار مرتضى بنصور حكمت له بالعودة لنادي الزمالك فهل في عودة المرتضى منصور المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك هل هناك تأثير على مباراة القمة هذا ما سنراه في هذه المباراة مدربي الناديين موسيماني الجنوب أفريقي يبدو أن هناك استقرار ورضا من الكابتن محمود الخطيب على الكابتن أو المدرب موسيماني الجنوب أفريقي لذلك لم يحدث تغيير رغم خسارة النادي الأهلي للدوري في نسخته الأخيرة كارتيرون يشعر بالقلق بعد أن أعلنت المحكمة عودة مرتضى منصور إلى نادي الزمالك وأن مرتضى منصور يعني لا يرضى عن كارتيرون ورغم أنه صرح بأنه لن يقيل كارتيرون في حالة عودته إلى نادي الزمالك كارتيرون هو الآخر أعلن أنه إذا ما دخل المسشار مستدى منصور من باب فأنه سيخرج من الباب الآخر هذا بالنسبة لمدربي الناديين فالجولة الأولى من مباراة الدوري فاز الزمالك على إنبي بهدفين للا شيء وفاز الأهلي على النادي الإسماعيلي بأربعة أهداف للا شيء وحول هاتين المباراتين فإن الزمالك قدم مبارات جيدة أمام إنبي إلا أنه لم يستطع بسهولة اختراق تحصينات ودفاعات حلمي طولان فكان وكان أبرز اللاعبين حارس المرمى أبو جبل والونش ومحمود علاء وطارق حامد وبن شرقي وأوباما والسيد زيزو ويحتاج النادي نادي الزمالك إلى بعض التعديلات في الفريق حتى يظهر بصورة أفضل في مباراة القمة القادمة عما فريق نادي الأهلي فقالت جولته الأولى مع نادي الإسماعيلي فكان النادي الإسماعيلي يبدو أنه كان متأثرا بمرض مديره الفني شفاه الله وعفاه فكان الإسماعيلي غير منسجم الخطوط وكان يبدو أنه في حالة غير جيدة استغلها النادي الأهلي فكانت خطوطه متقاربة وكان يؤدي أداء متميز في ظل هذا التراخ من لاعبي النادي الإسماعيلي وكان ظهور لعبيه خاصة هذا اللاعب الجنوب أفريقي الجديد الذي لعب هذه مباراة بصورة جيدة على الرغم من أن اللاعب محمد شريف وهو هداف الدوري وكذلك كهربة كانوا على دكة الاحتياط وكان تشجيع جماهير الأهلي هو الدافع الأول لتقديم سلسلة من المهارات الفردية والمهارات الجماعية التي يتميز بها لاعب الأهلي وكان أهم الأهداف وأبرزها هو هدف أحمد عبدالقادر العائد من الإعارة والذي تميز بتحركاته وهدف الجميل الذي وصفه المعلق بأنه هدف عالمي أبرز لاعب الأهلي في هذه مباراة هو محمد أفشة والجنوب أفريقي الجديد واللاعب أحمد عبدالقادر وحارس المرمى أحمد بطي فهل سيظل محمد شريف هداف الدولي وكهربة على دكة الاحتياط في مباراة القمة القادمة أم أن الوضع سيتغير وهل كانت تغيرات موسماني في هذه المباراة هي سبب هذا الفوض الكبير أم أن عدم انسجام خطوط الإسماعيلي سهلت على الأهلي تقديم هذا العرض المميز وتقديم هذا الفوز الكبير حقيقة فإن مباراة القمة لا تحتمل للتوقعات إلا أن نرجو في نهاية هذا الفيديو أن تشاركون بتعليقاتكم سواء كنت أهلاوي أو كنت زمالكاوي ادل برأيك وتوقعك في تعليق على هذا الفيديو ونرجو منكم الاشتراك في قناتنا حتى يصلكم كل جديد والإعجاب ونرجو لكم دوام التوفيق والسعادة ونرجو دائما أن نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة خبرنا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة